بسم الله الرحمن الرحيم عزاء الطلاب طلاب المرحلة عددية الصف الثالث الاعدادي انما درس اللغة احييكم معكم مستر احمد محمد النبوي النهاردة هنستكمل منهج اه الجيومتري للصف الثالث الاعدادي عمد اللغة احد إشترع عنين ثلاث المرحلة الكلية حتى الناردى الزهادية الإجتماع الثاني مرحلة الكلية حتى الان داخل البرحيكون في الأقعال في نعد في قصف الزواج اكسس. Second, prove the two lines are parallel or perpendicular. إزاي نمل proof in the two lines? Parallel or perpendicular. Number three or third, solve the problem about the equation of a straight line. First, في البداية هناخد حاجة أو معلومة كتعلينا السنة اللي فاتت اللي هي relation between two variables. بيقول لي graph the relation y equal to x plus three. السنة اللي فاتت لما كان عندنا relation between x and y كنا منسمها ازاي? كنا منعمل منختار table او منعمل table منختار some values of x بعض القيم للx. نعمل القيم بتعادة ال x ممكن zero, ممكن one, ممكن two, ممكن three. بعد كده منعمل substitute for relation. put x equal zero. يبقى two multiply zero. two multiply zero. equal zero plus three equal three. يبقى اول point عندنا zero three. second point. one multiply two. equal two plus three equal five. put x equal two to multiply two four plus three seven. طيب هنا عندنا ليش عملا مرينة رسمها عندنا zero. اهي. وا three. اهي. second point one. اهي. وفايف. وفايف. اهي. second point layer two. سهل. بعد كده هنوصل three points حدينا straight line. طيب هنا في الرسمة دي تواضح ان line passing through the point zero and three on y axis. طبعا عندنا ال y axis هو واضح. هنا اكس اكس داش. اه بقول لي هنا find the slope of the line. عشان نجيب السلوب بتاع line. لازم نكون عندي على اقل خالص. two points فانا عندنا three points zero. point zero. وا three. دي طبعا عندنا جابها في الجدوة البتاعي في التابة البتاعي. وان وفايف. نجيب لي السلوب اللوة m. y two minus y one five minus three. over one minus zero. equals a. two. لو بصنا بقى في الرلیشن هنا y equal two x plus three. الله السنة اللي two دي تمثل سلوب of the line. اما two اللي هي coefficient of x. two اللي هي coefficient of x. هي سلوب of the line. هاتو اللي تعفرت جبتها السابن النقطة التالتة اللي هي two. و seven. ارضعتوا بس seven minus five. اللي هي two over two minus one. one اللي هي one. يبقى two. over one equal ايه. two بدو. يعني في كلا الحالتين او في كلا الحالات. هيكون عندي. الاسلوب equal two. طيب. ايه بقى. اللي هو. اللي هو. اللي هو الجزء ده كده. البوينت ديت. منسميها او البارت ده منسميه. الانترسيبت بارتو او واي اكسس. يبسلوب هنا عندنا two. الانترسيبت بارتو واي اكسس اللي هو سيدي. يبسلوب افلاي هنا جبناه طرعا كم. two. كم شي كده. والانترسيبت بارتو واي اكسس طرعا كم. يجمع تلك مور عمي 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 مور مور عمي مور رن في fading. حول 여러분들 التلفяет. الانترسيبت بارتو واي. موضع الدرس بحضور في العلمي بحضور وقت موضع الدرس وقت ميزو بحضور وقت موضع النازل جدا إيبار بنفسي في بعض السبن قايا تقليل موضع الدرس وقت موضع الدرس أقوش على الرسالة الجميع، في كل مرافة حتى الآن. القوش على الرسالة الجميع، سبت فنها تقل في عدد الجميع، نحن على الرسالة التي عبرتها، التي عرفتها بها ثلاثة تمريزها، أنها هي تمريزها، ماذا يتمرنتها بالتخريات؟ 7.2 on the on the line. عندنا السؤال الأول. اللي. Will you find the slope of the line and intercepted part of Y axis? If أول واحدة أو أول واحدة أو أول واحدة. is C first y equal three X minus four. uy equals three X minus four. can you help me through the line where C intercepted мало هو أول واحدة. عندنا ال M equal 3 و ال intercepted part of y axis equal negative 4. فاهم كان نوصفه بالكلام كده نولي ده intercepted part of y axis equal negative 4. يبا number one slope equal 3 and intercepted part equal negative 4. number two two y equal three x plus four two y نلاحظ كده ان الواي هناك كوفيشن تبتحها وان وان الواي في القانون الاصلي الكوفيشن تبتحها اه one يعني القانون عندنا y equal mx plus c y equal mx plus c عندنا هنا 2y equals 3x plus 4 وان اعمل عوال divided by 2 and then y equal 3 over 2 x plus 2 وان اعمل عوال divided by 2 كل الهوائي 2y 3x و 4 يبا عندنا هنا ال M equal او سلوب equal كوفيشن ت اكس اللي هي 3 over 2 وال intercepted part of y axis equal 2 يبا هنا في السؤال التاني اللي هو number 2 اعملنا اه حاجة واحدة الاول اعملنا divided by 2 طلع لنا c equal 2 2 وال M 3 over 2 السؤال اللي بعديه عندنا هنا هنجيب برضو الاول four y equal negative 3x plus eight خطوة الاولنا تعجب تل four y in one side الكاده عملينا divided by 4 لها كوفيشنT W y y equal negative 3 over 4x plus eight over four اللي هي two كبير زين سي الاول M equal اللي هي slope equal negative three over four و C equal two طبعا في قانون هنا في الجزء ده هنقوله دلوقتي ممكن نجيب هنا على طول negative coefficient of x over coefficient of what طبعا الصورة دي كده اسمها general form اللي هي بتوبا equal zero او zero لو انا فكرت ازاي نجيب negative coefficient x over coefficient y احنا هنعملنا divided two اللي هي coefficient y هنا هنعمل ايه هنودي ال x الناحية التانية فاكيد العنارة بتاعتها هتتغيق يبقى كده هتوبا بعكس علامتها negative coefficient x وهنعمل كده كده divided for low coefficient of what يدينا الاسلوب الانترسيبت بارد هنا هتوبا دية c هنعملها negative c over coefficient y negative and absolute term over coefficient y هديني الانترسيبت بارد of y axis سوال هنا الروبع 2x minus 5y equal 10 هنجيب y الوحد اف صيد و 2x minus 10 in one side هنجيب 5y 5y equal to x minus 10 هنجيب 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 5 in two sides هنجيب 5y 2 over 5 x minus 2 x minus 2 m equal 2 over 5 x minus 2 equal c equal c equal negative 2 يبانا في التمرين الاول او السؤال الاول تعلمنا ازاي نجيب الام و c الو الاسلوب وال intercepted part of y axis السؤال التاني بولي find the equation of line if its slope equal to and intercepted part of lens three units from negative part of y axis why is the equation of line why is the equation of line slope equal to m equal to intercepted part of y axis three units from negative part in the c negative three the equation of line y equal mx plus c then y equal mx two by two x minus three what a given m wasi give them in her equation of line number two we only it's this loop equals three and intercepted part of lens four units from post of part of y axis m equals three why i'll see equal negative four it's a slope equal three you will mbc will intercepted part of lens four units from post of part of y axis as if they are to a post of part in the c i told by most of four most of part of y axis you will see most of four in the question of line the form of data y equal mx plus c then y equal three x plus four m can lm hattina sri but can i see most of four number three it's a slope equal one and intercepted part of lens one unit from negative part of y axis we are the opposite of Texas then the word is alpha 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 يعني بعت الإيقوشن يعني هنا بعت الصورة النهائية دي. اللي الحاليين. نهاية نمبر ثري. It's slope one and intercepted part of lens one unit from negative part of y axis. It's slope one. And intercepted. Part of lens one unit from negative part of y axis. And I'll slope equal one equal one. Intercepted part of y axis equal negative one by equal MX plus C. By equal X minus one. So I'll be able. Will you find the equation of line if it's a it is passed through the two points one and one or two and. negative one. أنا ده السؤال مهم قوي. وبيجي في الامتحان كتير اللي هو passing through two given points. Two given points. هنجيب الأول الام. بعدين هنجيب السي. الام هنا slope of the line. يبا negative one minus one. Over two minus one. Negative two over one equal negative two. استخدمنا قانون السلوب اللي هنا كنا رضيناه في الدرس اللي قبله. اللي هو. Y two minus Y one over X two minus X one. Y two minus Y one over X two minus X one. بعد كده عندنا C not given. طبعنا هنا البوينت دي يت not lies on Y axis وزيها البوينت الثاني. طيب السؤال هنا هنجيب السي زي. Y equal M. X. plus C. م هنا في الخطاط اللي هنجيبناها او اللي السبس اللي هنجيبناها negative two. عندنا two points belong to the line. by substitute by the first point or the second point. يعني استخدم البوينت الأولى والثانية. put X equal one and Y equal one. يبالوا هنا بone. equal X equal one. بزن C equal one plus two. equal C. يبالوا هنا بلقوشن الوالي Y. equal negative two X. C. عرفناها خلاص بيدي. يبال سراتيجيات الحل او فكرة الحل هنا ايه. لننجيب الاول السلوب of the line. Y two minus Y one over X two minus X one. بعد كده بنعمل السبستيتيوت بالسلوب اللي احنا وصلنا له او عرفناه. بعد كده بنختار اي بوينتة من ال given points. X one one او two negative one. نعمل السبستيتيوت في الإقوشن offline. ومنها نعرف C. السؤال اللي بعدين. السؤال السهل او بولي. find the equation of line. if passes through the point negative one and the three and the barrel to X axis. يبالوا هنا الواي. equal constant. Y equal three. فين بقى الكونونسنت او. الواي اللي بابده في ال point. طبعا لو اتخذت ال line ده اعمل ازاي او رسمته. قديني negative one و three. ال point اهي. ده كده هيبه رسنت ال line. barrel to X axis. ده اعمل شبه الايه او ازاي ايه. الكونونسنت او فانكشن اللي هي اف او اكس ايكوال كونونسنت. بس كده. طبعا ومش هحتاج باني رسمة في الجزء ده. لان السؤال ده بيجي تشوز اكوريكت انسر. هنكتر له الاجابة وي ايكوال سي اعطو. السؤال الثانية زيو بس بارل 2 X axis بارل 2 Y axis بارل 2 Y axis بارل 2 Y axis بارل 2 Y axis بارل X equal. مانستن. فان X equal كن. كنا في ال point negative four. هنرجع ثاني لفكرة لسى الى نها هاي find the question of line passing through the point أو زى two points 3 1 & 4 2 فمعنا احنا بنقرر الفكرة ليتوب يعني احتماليته جدا في الامتحان احتمال كبير هنجيب هنا لسلوب of line هنطبقى 2-1 2-1 over 4 minus three equal and slope equal y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 minus y1 over x2 minus x1 بعد كذا الإقوشن على الان y equal mx plus c هنا الامب وان بعد كذا يعني اختار دي او دي يبقى لو حطنا هنا الى اكس بسري يبقى الواي equal one يبقى واي equal one اكس equal three يبقى زان سي equal كام 1 minus 3 1 minus 3 negative 2 1 minus 3 negative 2 but equation of line y equal x minus 2 فكرا مختلفة بردو مهمة will you find the question of line if it's uh it is passes through the point one and one and midpoint of a b if a equal two and negative one will be equal four one هنا الجزء ده مهم ليه لأنه بيربط الدرس ده بدرس المد بيربط الدرس ده ده درس المد بوينت يبقى نحتاج هنا نجيم مد بوينتو في اي بي مد بوينت yes بناجا من المد البوينت زابط ابدت A plus b divided by 2 of x1 plus equesto over H y1 plus right over two over two plus four 66 over to 3. ونغاتيب 1 بلاس 1 0. وفر 2 0. يبا كده با عندي 2 points. يهما 1 1. ومد منطقة باب line segment يهما 3 0. بينما بحان جيب الاسلوب. 1 minus 0. وفر 1 minus 3. 1 minus 0 equal 1 minus 3 equal negative 2. your negative half or negative 1 over 2. The question of line y equal MX plus. C. Y equal negative half. X plus C. هنجيب الاسلوب. عندنا 2 points. أما نعود أو نعمل سبستيتيوت 3 و 0. أو 1 و 1. طبعا الاتنين فاو برد. نحطنا الاسلوب 1. طبعا ايب 1. يبسي equal. يبسي equal. السؤال اللي بعد هي السؤال حاله برضو لأنه هو مشابه للقبلي بس في فكرة جديدة بقول لي find the equation of axis of symmetry of a b if a equal one on the three or b equals three on the five طيب هنا عندنا قدل ايه وانا ايه هما تعرف ال axis of symmetry of line segment axis of symmetry of line segment is a straight line perpendicular and the bisect the line segment يعني انا عندي هنا اللين اللي انا عايزه حيكون perpendicular على ال a b from its midpoint السؤال ده مهم قوي لانه بيكتر في الامتحان برضو اللي بنا عشان اكتر درس بيكي فيه اسألة في ال geometry هو درس the equation of line اكتر درس بيكي فيه اسألة في ال geometry هو درس the equation of straight line when you build our hand at point of ab هنعمل A plus B divided 2 زي اللي فاتت 1 plus 3 4 4 divided 2 equal to 3 plus 5 8 8 divided 2 equal 4 بنا كده جبت midpoint of AB هزين بعد كده نجيب the slope a b slope of a b type anah logip to the slope of a b hyphen nibi the axis of symmetry perpendicular to a b from canada we give a slope of perpendicular line to a b slope of a b 5 minus 3 over 3 minus 1 but had cool negative sorry combustive 1 there was a slope of perpendicular to a b slope of perpendicular to a b of perpendicular to a b of perpendicular to a b اللي هو the axis of symmetry the axis of symmetry the y equal mx plus c anah logip to the x plus c plus c multiply 1 by negative 1 plus c and then c equal to a 4 per equation of line y equal negative x plus c plus c plus c plus 4 my channel m had cool in two three minus two than a slope of a b and then c plus a b old slow and then c plus a b more than a b when the Zimbashi building busing this lose the point the line busing the street is a point one and one more I substitute y equals 1 and X equal 1 far C 1 minus 2 1 minus 2 equally negative when you borrow equal to X minus one بعد كده عندنا مجموعة من الأسرة اللي احنا كنا اينا نحلوها بيقول لي هنا if a b c d is a square a given or c given then slope of b d إلى لقب طبعا ال a c وال b d دولة two diagonals in a square two diagonals are perpendicular and give slope of a c and give slope b d a lower perpendicular علي slope a c equal four minus three one or two minus one one in the slope of a c equal one in the slope of b d equally equal negative one one or perpendicular صلي بعدي if a b c is the right angle triangle at b be given be given then find uh slope of right angle triangle at b a b a a b and move to tana to the dbc let them a b or b c perpendicular dbc and give a slope of a b five minus four one but two minus three negative one in the negative one and the slope of a b one and the b c the b c the b c the b c is line it's a slope equal one negative one over negative one بعض المعلومات المهمة او التراكمية من التانية عددي وبتفيدنا في الدرس ده ممكن نسأل فيك معلومات تركو مية سلوبة فاني لين بردتو اكسي اكسيز زيرو سلوبة فاني لين بردتو واي اكسيز and defined اه السؤال اللي بعضيه مهمة او بيقول لي اف اي بي بردتو اكسي اكسي واي اثري وفور وبي فايف واي ثن واي ايكول احنا قلنا لولين بردتو اكسي اكسي باردتو اكسي في صناعي اي باردتو اكسي طوال اللي بعضي اكسي اللي بعضي if a b mere two y axis وابتو افور وبكس سلوبة ثن اكسي قلنا لان بردتو اكسي بلدتو اكسي قلنا ماكسيون أنا برضو مجموعة من الأساسيالات تراكمية area of square 16 سنتيمتر then it's diagonal length. طبعاً لو square الarea بتاعته 16 يبصيب بكم؟ root 60 equal four. بس أنا هو مش عايز side وعايز الdiagonal. الdiagonal منجيبه ازاي؟ الدافور ودافور الدافور روط 4 bar 2 plus 4 bar 2 روط 4 روط 2 باقبت سؤال الوالاني area of square 16 سنتيمتر square then it's diagonal length is 4 root 2 cm سؤال الوالاني sum of any two sides of a triangle the side the length of the third side طبعاً هنا دي اسمع inequality of in triangle or inequality of triangle sum of any two sides of triangle greater than greater than than the length of the third side the length of the third side سؤال البعدي measure of exterior angle of equilateral triangle one one equatorial an interior angle 60 and exterior 120 120 degree سؤال بادي إفتن X equal 1 10 X equal 1 where X is acute angle ZX equal 35 degree سؤال بادي distance between the origin point the origin point zero zero and the point negative 512 equal unit length zero zero negative 512 distance minimum then I come with this so negative 5 minus 0 over 2 plus 12 minus 0 plus 2 and I did the distance between the origin point and the origin point you can instead of counter distance I say the distance between the point and the origin point you can instead of counter distance هتكون لإجابة 13 unit length بعد كده عندنا سؤال على parallel lines if negative 2 over 3 and K over 2 are the loops of 2 parallel straight lines then K equal if 2 lines parallel and the loops are equal negative 2 over 3 equal K over 2 ونعمل cross ونعمل cross ونعمل cross كده بال X K equal كده ممكن نختار ABCD أسهل على طول يلا صهلا أوي هتوب negative 4 over 3 أخر سؤال عندنا على parallel lines برضو if K over 3 and the negative 2 over 7 are the loops of 2 parallel lines then K equal K equal negative 2 over 7 عايزين K هنعمل cross برضو زي اللي فاتت هنعمل negative 2 multiply 3 over 7 برضو negative 6 over 7 آآ طعم في نهاية الحصة عندنا أول ها خدنا equation of the line using the slope and the intercepted part of Y axis اللي هي Y equal M X plus C خدنا بعض العفكار عليها إزاي نجاب M و C اللي هو ما the slope and the intercepted part لو the question of line given بعد كده how to form the equation of line using slope and intercepted part وخدنا بعض الأسئلة التراكمية على المناهج الأديمة كما الأسئلة التراكمية مهمة آآ والحصة الجان شاء الله رب العالمين هنستكمل درس equation of line في نهاية الحصة باشكر طلابي واتمنى لهم التوفيق والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة